كلمة السيد محمد توفيق علاوي فيها عدة مؤشرات أبرزها مؤشران الأول أنه الانتفاضة الشبابية الانتفاضة الشعبية العراقية استطاعت أن تفرض هذه المرة متغيرات على الساحة أي أنها هي التي تبدو وقد أثرت باختيار رئيس الوزراء هذا مؤشر المؤشر الثاني أن الرجل لا يتحدث باسم سلطة يتحدث باسم أبناء هذه الانتفاضة الشعبية ما تعليقك؟ شكرا جزيلا دكتور تحية طيبة لك ولجمهور قناة التغيير أهلا وسهلا مرحبا نعم حديث الرئيس الوزراء المكلف ليس بشيء جديد هو كانت لابد من أن يتحدث بهذه الصيغة صيغة المواطن أو القريب من المتظاهر لأنه تقدير بديهي أن المرحلة تحتاج إلى هذه الصيغة وإلى هذا النوع من الحوار ليس حوار السلطة وكلمات التي سمعناها على مدى ثلاثة أشهر من القيادات الحزبية أما بخصوص قضية التكليف حقيقة كنا قبل قليل في ساحة التحرير تحديدا وهناك احتافات واضحة بالرفض التام لتكليف السيد محمد توفيق طبعا هذا الرفض ليس من فراغ رفض له أولويات هناك قفز على مطالب المتظاهرين وهي الوعي ممكن في هذا الصدق نعم نعم ممكن أن تسمي لي مطالب المتظاهرين تحديدا فيما خص مواصفات أو شخصية رئيس الوزراء نعم دكتور يعني كررنا مرارا وتكرارا النقاط التي طلبناها على أي حال يعني يبدو أن هناك خللا ما جعلنا نفقد الاتصال مع ضيف برنامجنا من بغداد سيد يوسف عبد الفتاح تسمعني الآن أستاذ يوسف أسمعك جيدا دكتور شكرا أستاذ يوسف الحقيقة أسفين لهذا الخلل فقدناك وأنت تتحدث أكمل ما لديك لو سمحت دكتور ليس من الفراغ أو من الرومانسية وضعنا شروطنا في ساحات التحرير وحتى قلت أن التسلسل كان لغاية واضحة مفتاح قبول رئيس الوزراء القادم يعني بغض النظر الآن عن قضية أنه ليس حزبي لم يتسنم منصبا كانت النقطة الأولى هي توضيح الطرف الثالث وحكومة القناصين أو الجماعة التي قتلت الناس سبعمائة شهيد الآن وصلنا هذا الموضوع في قضية الفيديو الذي عرض قبل قليل لم يكن هناك حديث عنه بل ووجدت أيضا بعض الترحيب مثلا من السيد مقتدسات لقضية التكليف سيد محمد توفيق وعدم الإشارة إلى هذه الجزئية بل الاكتفاء بقضية الكابينة الوزارية وهذا لا يغني ولا يسمن من جوع الآن محمد توفيق علاوي قبل قليل قلت أنا أتيت من ساحة التحرير رفض تام لهذه الشخصية لأنه متحزن نعم ممتاز أنا أتفهم الرفض أستاذ يوسف أتفهم الحقيقة أتفهم الرفض أنت قلت في جوهر هذا الرفض أنه لم يسمي الطرف الثالث أي الطرف الذي قمع المتظهرين الرجل كانت كلمته واضحة قال إننا سنحول قوة الدولة نحو الجهة التي ضربتكم نحو الجهة التي قمعتكم واضح إن للرجل لديه فكرة واضحة من هي التي قمعت من الجهة التي قمعت المتظاهرين وقتلتهم وإنه سيقتص بالدولة لاحظ لم يذهب إلى قوة أخرى سيقتص بالدولة للمتظاهرين ويضرب هذه القوة التي قتلت وأوغلت في دماء شبابنا ومارست قمعا واسعا ما رأيك؟ هناك رأيين هناك طريقتين للإجابة دكتور أولا هو الرجل مرفوض بديهيا ليش لأن قضية أنه كان في منصب لكن لو كان هناك نوع يعني ممكن أن يطمحوا في نوع من القبول من الجماهير كان من المفترض أن يتحدث عن هذه الجزئية بوضوح مع ملاحظة إعلان هذا الشيء يعني الآن يجدوه شيء صعب لكن هو سهل جدا بالنسبة لنا وهذا مطلب لو كان يعني يرجو هذا الرجل أن يتسنى من منصب بدون أي إشكالات كان مفروض أن يكون الإعلام من الساحات والآن الساحة ليست فيها إشكالات الساحات لا سلطة دستورية لها يعني الدستور يقول أن رئيس الجمهورية هو الذي يسمي رئيس الوزراء هذه واحدة ثانيا أن الساحات فشلت في تسمية مرشحة لا لا لم تفشل أفوا دكتور أفوا أفوا دكتور الساحات لم تطرح أصلا شخصيات لكي تفشل الساحات طرحت مواصفات ولن تطرح أبدا شخصيات رفضت تسمية شخص معين لو تسمح لي هنا أنا أخذ وجهة النظر الأخرى لا أتبناها ولكن أعرضها لك من باب الجانب المهني أي أن أعرض لك ما يقوله الجانب الآخر ألا أنه تم الطلب من أغلب الساحات أن تسمي شخصية ما لكنها لم تفعل ذلك نعم دكتور هذا ليس من عمل الاحتجاج وعمل المتظاهرين المتظاهرين يطرحون مواصفات لا أكثر يعني هو القضية تدار في مجلس النواف في قضية الرئاسات الثلاث في قضية تكديف رئيس الجمهورية نحن عندنا مواصفات ومواصفات بسيطة ليست صعبة موجودة في الدستور وهم يتحدثون عنها وهم يباركون هذه المواصفات لماذا هذا التعند في قضية إنتاج هذه الشخصية يعني يصورون لنا أن القضية قضية للأسف يعني القضية أنه إما أنا أو إما أنت وهذه المراهنة مراهنة خاسرة يعني لا أحد يستطيع الوقوف مع جماهير منتفضة وثائرة منذ أربعة أشهر هذا شيء صعب جدا وهو رهان خاسر بالنتيجة لكن قلت قلت لو لو كانوا يعني يعولون على قضية بعض الرضا أو يمكن يعني تسيير الحال ويمكن أن نضع قضية التهدئة من الأطراف كان من المفترض بعد تكليف هذه الشخصية أن يأتي هذا الرجل إلى الساحات ويتحدث مباشرة ليس من خلف الشاشات مع الناس وبهذه الصيغة وبهذه الطريقة الناس تعي جيدا عفوا نعم تفضل الناس تعي جيدا وباتت تعرف جميع الصيغ التي يمكن للسلطة أن تستغلها أو تعمل عليها لإرضاء الناس أو تهدئة الناس الحالة التي موجودة الآن في الشوارع حالة صاخبة على هذه السلطة وعلى هذه الحكومة فالتي نتمنى من الجهات المعنية وخاصة للأسف حتى هذا التكليف من رئيس الجمهورية لم يأتي في حسباننا هو الرجل الآن ذهب إلى قضية كان هناك طرفان الجمهور والناس في الشارع والكتل السياسية رئيس الجمهورية هذه الورقة الأخيرة التي كان لها بعض التعويل من الناس ذهبت إلى رأي وقرار الكتل السياسية والتوافقات السياسية التي حدثت لم يذهب إلى الشارع ورأي الشارع رئيس الجمهورية للأسف في هذا الخيار لأنه مرفوض حسب التسلسلات التي طرحتها أساحة التظاهرات ما هي هذه التسلسلات سيد يوسف؟ أنه ليس حزبيا ولم يتسنم منصبا في السابق ولا يأتينا عن طريق التوافق والاحتيال على قضية الدستور الذي خرق من جميع الأطراف باستثناء المتظاهرين الذين التزموا عبر سلميتهم وعبر صمودهم ببنود هذا الدستور مع ملاحظة أنهم يشددون على قضية تعديل بنود كثيرة في هذا الدستور لكنهم استمروا في تطبيق كل بنود هذه الدستور ولم يخرقوها وبعد هذا دخلوا موسوعة جنس من هذا الباب باب التظاهر السلمي في العالم أول اتجاه السلمي في العالم حقيقة ما تقوله مهم ومثير لجهة الأسبقيات والأولويات وتراتبها يعني لو تابعت وأكيد تابعت معنا وتابع الجمهور الكريم ما ذهبت إليه المرجعية الدينية العليا أمس كان الكلام واضح منطقي وشديد العقلانية وشديد الأهمية هذا قائم على الأساس التالي أنه أسرعوا لحظة التراتب أولا أسرعوا بتشكيل الحكومة ثانيا هذه الحكومة أن ما الذي تنجز تنجز الخطوة الأولى التهيئة لقانون الانتخابات وأن لاحقا هذه الانتخابات ووصفتها وحددتها المرجعية أن تكون حرة نزيهة وحقيقية ثم يأتي برلمان آخر غير الموجود كي يبدأ عملية التغيير التغيير ليس في رئيس الوزراء سيكون مهمته محددة ألا وهي تثبيت الأوضاع اليوم وإعادة شيء من هيبة الدولة والإعداد للانتخابات هذا هو التسلسل المنطقي أنتم مع كل احترامي حقيقة تضعون كل هذه التوصيفات في أشياء لا تخضع للتراتب المنطقي يعني أنجزت هذا المرجعية الدينية العليا كيف قيمت كلمة المرجعية أمس نعم الدكتور قلناها سابقا ونقولها مرارا وتكرارا المرجعية هي الأمل الذي يعول عليه الشعب وهذه الجماهير لماذا نختزل الخطب الماضي للمرجعية ونتمسك بهذه الخطبة الأخيرة نعم نحن نتمسك بهذه الخطبة الأخيرة لأنه هي الخلاصة كلها جيدة حقيقة هي الخلاصة لا 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 هي سلسلة سلسلة من تشخيصات صحيح وسلسلة من إرشادات من مرجعية يحترمها الشعب ويجلها ويأخذ بقراراتها المرجعية قالت مرارا وتكرارا عليكم تحديد الجهات التي تقتل هذه الناس صحيح نعم حتى في الخطبة الأخيرة يعني هي المرجعية لا يعني لم تكن يعني يعني بغاية منها أن لا تذكر هذه الجزئية بالعكس لكن يعني تمريرا لقضية التهدئة يعني صارت قضية بهذه التسلسل نحن راضون بهذا التسلسل وتشكر المرجعية على هذا التسلسل لكن هذا ليس يعني أن المرجعية عفوا تتناسى أو تتغاضى عن قضية يعني من قتل الناس هذه يعني هذا حقيقة ما تقوله صحيح نحن في هذا البرنامج أكدنا واستندنا في ذلك التأكيد على خطب المرجعية الدينية العليا حقيقة التي دانت الحكومة كثيرا ولم توفر وصفا إلا واستخدمته في نقد إداء الحكومة في مجال قمع المتظاهرين والعنف المستخدم بحقهم وبالتالي هي يعني تنال هذا التقدير العالي عن تلك المواقف المهمة والبارزة القيمة المهمة في خطابها في خطبة المرجعية أمس هي أن حددت هذه الأولويات التي تبدو منطقية وعملية ائتوا بحكومة أيا كانت هذه الحكومة حكومة بسرعة تقوم بالمهم الذي هو الأساس عندكم في ساحات التظاهر إعادة انتخابات مبكرة وبرلمان جديد هو الذي يبدأ الإصلاح لحظ نعم دكتور نعم قلنا هي منطقية وواقعية وتشكر المرجعية على هذا التسلسل وهذه الأمور لكن المشكلة وين دكتور يعني الآن الأطراف يعني إذا أريد أن نقسم الأطراف الآن ككتل سياسية وأحزاب وبرلمان ورئاسة جمهورية وشعب لو لاحظنا السلسلة ورجعنا بالزمن شوي لنجد أن هذه الأطراف باستثناء المتظاهرين هم الذين التزموا بإرشادات وتعاليم المرجعية الدينية كل وجميع الأطراف السياسية احتالت ومررت الوقت وراهنت على الوقت وحتى هذا التكليف أنا بالنسبة لي يعني وبالنسبة للساحة التي أتيت منها الآن هو تكليف ضد رأي المرجعية وضد إرشادات المرجعية وضد توصيات المرجعية لماذا؟ لأنه أتى بقضية الإنقسام بين الكتل وبين الشعب الشعب حدد مواصفات والمرجعية ذكرت هذه المواصفات ودعمت هذه المواصفات السيد محمد توفيق علاوي ليس من ضمن هذه المواصفات عفوا يعني لا تنطبق عليه هذه المواصفات هذا عنوان كبير بأن رئيس الجمهورية المحترم قد ذهب إلى هذا التكليف عن طريق التوافق السياسي وسوف تعاد نفس الكرة عندما حدث التوافق على السيد عادل عبد المهدي لن نحصد شيء من السيد محمد توفيق علاوي وهذه كلمة يسمعونها جميعا المطلوب منه كان المطلوب منه محدد ألا وهو حكومة مؤقتة تذهب إلى تهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة حرة ونزيهة نعم هذا مطلب من مطالب الجماهير المرجعية الصوت الذي أخرج هذا المطلب لكن هناك مطالب أخرى أخرجتها المرجعية لم يتحدثوا عنها نريد ونكرر من قتل الناس إذا أشاروا إليه إذا قال السيد محمد توفيق علاوي يا أيها الشعب حددنا لكم من هي الجهة التي قتلت حددنا لكم هو طرف الثالث فهذا مفتاح أقول الناس إذا تسمح لي سيد يوسف انتظره الرجل لحد الآن لم ينشف حتى حبر تكليفه الله يحفظه نعم هذا الانتظار سوف يكون في الساحات دكتور أو إحنا للأسف يعني الآن أحنا في زاوية حتى هو الرجل وهذا يحسن نحن باقون في الساحات دكتور وهو ما نوه إليه إنه يريدكم أن تبقوا في الساحات مع الرفض الموجود الآن للسيد والتكليف للسيد محمد توفيق علاوي مع الرفض اللي موجود فهو يمكن من خلال يعني مراجعات أو بتشكيل لجان خاصة وبسهولة جدا يمكن تحديد الطرف الثالث فلا أعتقد أن القضية تأخذ حجم أكثر من أسبوع نحن بقينا ثلاث أشهر وأكثر الآن دخلنا في الشهر الرابع سوف نبقى هذا الأسبوع قلت مع وجود الرفض والاحتجاجات سوف نبقى هذا الأسبوع لنسمع فقط هذه الكلمة بعدها سيكون هذا مفتاح خير وبادرة خير من هذا رئيس الوزراء الجديد ألا وهو إعلان من قتل الناس حينما يعلن من قتل الناس سيعرف هذا الشعب العراقي من هم من قتل الناس وكيف يشاركون في العملية السياسية وكيف دخلوا إلى العملية السياسية وإلى أي أجندات تتبع وبأمر من قتلوا هذه الناس وبفتوى من قتلوا هذه الناس هذا الإعلان إذا لم يحدث بالمناسبة هذا الإعلان إعلان ينقذ العراق هذا الإعلان إعلان ينقذ المجتمع وليس السياسة الآن المشكلة الموجودة مشكلة مجتمع عراقي المشكلة السياسية يمكن حلها بتفاهمات بقضايا أخرى لكن الآن مشكلة مجتمعية هذه إذا لم ينتبه لها ولم تشخص جيدا ولم يعلنوا عن العناوين الخاصة لتهدئة المجتمع وبعدها يضخون قضايا التهدئة فستكون هناك عمليات تصعيدية كبيرة سيكون هناك عمليات انقسامات كثيرة أنا أتحدث بوضوح أنا أتحدث عن البيت الشيعي البيت الشيعي الآن في مرحلة خطرة جدا عليهم أن يفهموا هذه الجزئية هناك تشخيصات من الشعب والمجتمع ما ملامح هذه الخطورة؟ هذه مهمة تتحدث به أستاذ يوسف حقيقة هذا أهم في القضية منذ بدأت إلى اليوم القضية التي استثيرت والتي حدثت في عراق وعملية أنا تصل إلى مرحلة يعني يمكن لأول مرة تذكر على الإعلام تصل إلى مرحلة هو مخطط كبير يعني منذ 2004 إلى اليوم مخطط يعني يبدأ بهذا العنوان من بحاجة إلى من أنا كتبت عن هذه القضية قضية المجتمع الشيعي والمرجعية هنا مشكلة خطيرة يا دكتور أرجو الانتباه إلها ومن المهتمين بهذه القضية هناك عمليات حدثت منذ 2004 إلى اليوم لزحزحة هذا الترابط وهذا الاندماج الذي هو راسخ بين هذا المجتمع وبين المرجعية هناك من يخطط إلى تفكيك هذا الالتساق الموجود بين المجتمع الشيعي وبين هذه المرجعية عبر أساليب وعبر مؤسسات وعبر تخطيطات هذه الأساليب وهذه الأجندات ما المقصود من يعني إيقاع هذه الفجوة؟ المقصود أن الدكتور نحن في مجتمع يعني يحب الأمر يعني لا يتحرك إلا بأمر يعني ما عدا إنتاج عملية وعي أو قضية عفوا يعني ما عدا حركة ذاتية أو تنطلق من عائلة الشباب في الساحات اندفعوا إلى الساحات وعبروا وقدموا تضحيات بدون أمر نتيجة وعي نعم ليس بهذه الطريقة عفوا أنا أسأت قضية التعبير لأنه لم تكن في الحسبان أن أتطرق إلى هذه القضية لكن هناك فالجزئية مهمة جدا هناك التساق بين المجتمع الشيعي وبين المرجعية خلال هذه السنوات الأخيرة بعد القفز على كلمات المرجعية من قبل السياسيين أصبح الناس وللأسف يعني يكونون حذرين في قضية الخطوات وكيف أتجه يعني القضية لم تقتصر على الأمور الفقهية بين الناس بين المجتمع الشيعي وبين المرجعية أصبحت الناس تنتظر الرأي السياسي من المرجعية والمرجعية تقول عبر المنبر يا ناس أنا أموري واحد اثنين ثلاثة أنتم شعب أنتم حر أن تجوا لي تريدوا وقول لي تريدوا أنا أدعمكم لكن الناس بعدها في هذا الغطاء غطاء الأمر غطاء المرجعية ينتظر من المرجعية أحمد أطلع للتظاهرات حسين أطلع للتظاهرات وهي بحت صوتها أن هذه المطالب مطالب شعب ومطالب حقه ورأينا ما الذي حدث يعني نعم الأعداد جيدة لكن ليس كل الشعب وكل الطائفة الشيعية هي التي ثارت في قضية التظاهرات فهنا جزئية مهمة دكتورة هذه ليش صارت؟ هذه بها جذور هناك تخطيط لهذه الجزئية هناك عمل حدث في العراق منذ 2004 إلى اليوم لوضع فد جسم أو فد يعني هو فد معيار جديد لقضية الشيعة وقضية من أين أستمد هذه الإرشادات وإلى من أنتمي هكذا حدثت في العراق هذا الانقسام الذي حدث أوصل بنا إلى هذه النتيجة للأسف يعني التوضيح في هذه المسألة توضيح صعب جدا يعني على مرأة النار يعني في الإعلام نعم فهمتك على الأقل حقيقة يعني كنا قد أشرنا قبل قليل ونحن نتحدث عن الحراك الشعبي في الساحات عن قيام متظاهرين ساحة التحرير أمس وساحة الحبوبي ومناطق أخرى حقيقة برفع أعلام الأمم المتحدة ومناشدات الأمم المتحدة بالتدخل أسألك انطلاقا من هنا استاذ يوسف متى وصل المتظاهرون إلى هذا الإحساس بأنه لا يمكن لتحركهم أن يأتي نفعا دون عون دولي وهل هذا ممكن؟ استاذ يوسف دكتور نعم دكتور تسمعني نعم أسمعك تفضل الناس الموجودة في التظاهرات يبحثون عن القوة التي يمكن لها أن تؤثر على السلطة الموجودة في العراق يعني على الأحزاب وعلى البرلمان وعلى رئاسة الجمهورية الثقة الكبيرة التي كان يحملها هؤلناس والتي ما زالت يحملها الناس في البرجعية في قضية القوة التي يستمعون لها ويأخذون بها هذه في الفترة الأخيرة عبر تصرفات السياسيين وصلت لنا كمجتمع أنهم لا يأبهون ولا يسمعون لهذه القوة لهذا الكيان لهذا الكيان المحترم لهذا الجسد المحترم الذي يتمثل بشخص السيد المرجع الأعلى سيد علي السستاني بعد هذه يعني الرافض والتعنت والمراهنة على قضية الزمان الناس لجأوا إلى طرق أخرى إلى قوة أخرى يمكن لها التأثير والتحجيم من قضية القمع والقتل وتمهيد لعملية سياسية وأنا أقول يعني بصراحة يعني التعويل على الأمم المتحدة تعويل لا يسمن ولا يغني يعني لا ينفعنا حقيقة القضية قضية يمكن أن تدار داخلية عن طريق التظاهرات وعن طريق المرجعية الرشيدة لكن لماذا ذهبوا بهذا الخيار وهذا الاتجاه؟ لأنهم فقدوا أمل أن هؤلاء يمكن أن يسمعوا من المرجعية نعم لم يسمعوا من الناس لم يسمعوا من شعبهم لكن كانوا يعاولون على أنهم سوف يسمعون كلام المرجعية خرجوا علينا برفض المرجعية والمرجعية قبل فترة طويلة في بداية هذه العملية الانتخابية قالت شيء ولم يسمع شيء يعنى بقضية الدخول في العملية السياسية كان الحديث عن قضية القيادات في الحجد الشعبي أتذكر أنا جيدا أنها قالت لا تدخلوا في العملية السياسية على حساب هذه الناس ولا تذهبوا بهذا الإنجاز المقدس في الدخول في هذا المعترك السياسي وبالتالي تدخلون في صراع مع أناس لديهم مصالح وغايات أخرى قد تكون خارجية لكنهم لم يسمعوا ودخلوا في العملية السياسية وجرى ما جرى والآن وصلنا إلى هذه النتيجة وتواصلت هذه السلسلة من عدم الإنصيا وعدم السماع لكلمة المرجعية للأسف من قبل الأحزاب ومن قبل الكتل ومن قبل رئاس الوزراء ومن قبل السيد عادل عبد المهدي والآن وصلت أنا في تقديره وبتقدير بعض الأشخاص الذين كنا قبل قليل في اجتماع وصلت إلى قضية رئيس الجمهورية الرائع الرسمي لهذه الحكومة أنه لم يسمع لكلام المرجعية وذهب إلى التوافق الكتلي في قضية ترشيح السيد محمد توفيق علاوي